صباح و اهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدي أتحدث معكم عن كيف انا بحب نظيم تليفوناتي من شركة سامسون خاصة الـ S22 Ultra لانه هذا اخر شيء موجود عندي في المكتب اتحدث عن الغطاء التليفون من وراء، اتحدث عن الوال بيبر جوكو ويعدت شغلات بقدر اعمالها بقلب التليفون اللي موجودة بالتليفون عادة لوحده سامسون ما بتنزل هالتطبيق بالتليفون ولازم نتحدث عنه قليلا يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي من الاشتراك انا طارق خلينا نتحدث عن انا بكيف بحب نظيم التليفون طبعي من شركة سامسون اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننازلكم فيديوهات جديدة انا سوف أعطيكم التنظيم الذي اعمل عليه لهذا التليفون اول شيء بنا نقوله نعم بستعمل الـ S22 Ultra ولا الـ Note 22 Ultra من سامسون بالسنة الـ 2022 معناته هات التنظيم التي تتبعي شغلت انا فأعطيكم عليها ستمشي على التليفونات الثانية مثل الـ S21 Ultra ولا حتى الـ S10 Plus الـ Note 20 Ultra حتى كمان الجالكسي تاب 8 الخاصة اللي هلأ نزلوها والسنة الماري كمان الشر الوحيدة أول شيء بألكوني انا بحب غطي الأزاز من قدام بـ Glass Protector هذا الأزاز برتاكتور يأتي عليه من قدام حتى لا سمح الله إذا وقعت التليفون على الطاولة ولو وقعت على الأرض الأزاز هذا ينكسر والتليفون طبعي بيضل محمي هذا شيء كثير مهم بساعدنا لنحمي التليفون ونقدر نخليه التليفون ماشي مضبوط وغير هيك كمان بستعمل الأخطية الأساسية تعيته لـ Samsung عملت لكم فيديو هيدا كمان من قبل سأعطيكم لينك تحت بالـ Description حتى تعرفوا مضبوط لكن هذا يساعدنا لنحمي التليفون من وراء ومن قدام ونخليه للتليفون محمي مضبوط وبتظل هيك إذا بتجيبوا واحد كمان بتكون شوفوا واحد لون التليفون طبعكم فيكم نجيبوا هذا الغطاء الموجود عليه فيكم تستمتع فيه كثير بعطيكم لينكات مثل ما قلت لكم بالـ Description حتى تعرفوا مضبوط ما هو الأخطية اللي أنا بستعملها والأخطية اللي أستعملها على التليفون طبعه جديد من شركة سامسون هلا أول شي خنا نتحدث عليه لهذا التليفون وحنا نتحدث عنه كيف بعمل هذه الأخطية تقريبت جوكو هون موجودة ورا هعمل الـ Unlock للتليفون أنا بستعمل الـ Launcher عليه لهذا التليفون غير التبع الأساس اللي بتيجي مع شركة سامسون اسمه Nova Prime أو Nova 7 هلا صار نسمعينه هذا Nova 7 يسبب لي أن أقدر أعمل التجربة كثير شغلات منيحة فينا أعمل الـ Swipe من النص هنا لفوق تعطيني Search تبعه للتليفون بسحب من تحت وتعطيني التطبيقات كلها موجود لهون وإذا أسحبت من فوق لتحت تعطيني Recent ما بتعمل لـ Google Home على الشمال بس بعمل دبل تاب هون بتاخذني على الـ Google Home كل هذه الشغلات موجودة حلوة فينا نضبط فيها Nova كسيستام تطبيق كثير كثير منيح وبيمشي على كل تليفونات أندرويد ليس لتليفونات الموجودة في قلب الصين ولكن على الألية ثلاثة تليفونات أندرويد التي تأتي بالسوق الأوروبية أو الإنطرنسيوني ستمشي مضبوط عليها وستطيع استعماله هذا أول شيء أحب أن أقوم بعمله نزل Nova Prime وليس فقط إذا نفوت على Nova Prime ونفوت على الـ Settings أقوم بعمل أنا Backup و Restore من هنا نستطيع أن نفوت بعمل هذه الـ Settings التي موجودة هنا ونبعدها مثل ما هي مضبوط مضبوط على التليفون الجديد ونركبها بتمشي مضبوط من هناك هذه الأشياء كثير منيحة خاصة إذا ستنازلت تطبيق Nova 7 أو Nova Prime هذه الأشياء هي أنه لا يجب أن تستعملوا تطبيقها كما أنا أستعملوا ونستعملوا ما تريدون إليه والسيستام على سامسون الآن أصبح كثير منيحة لكن يظل في عدة شغلات مثلاً إذا أريد أن أقوم بعمل من نصف صحب إلى فوق هذه لا يمكنني أن أقوم بعملها هناك وإذا تسحب من تحتها يظل أن تفتح التطبيقات كلها لذلك أريد أن أقوم بعمل كل التخطيصات بقلب Nova Prime وأشياء الأخرى الذي أريد أن أقوم بعملها في Nova Prime إذا سأقوم بعملها على Setings هنا سأقوم بعملها ونقوم بعملها في أجل الأعجاب إذا سأقوم بعملها إلى Look & Feel هناك موجودة لدينا يمكننا أن نرى الأكتوب عن الأعجاب أريد أن أقوم بعمل عدة تطبيقات للأعجاب سأقوم بتخيرهم من جوجل بلاي ستور لدي داركون، مونشين، بيبو وأيضا أورمون أولا أصبح فيرال، وهذا يجب أن أستعملوا 3 تربيع على الوقت وإذا أريد أن أغيرهم كثير كثير هيني بعمل مونشاين وتقلبهم إلى واحدهم يمكننا أن نذهب على أورمون ويمشي كمان مظبوط وفيها كمان نستعمل نضلنا على فيرال كل هذين يتزبطوا هذي يكون الثاني شغل يعمل لزبط التليفون تبعي مثل ما أنا بديه مثل ما تشوفوا كل شي بيمشي مظبوط فينا نعمل كل الشغلات المظبوطة نفتح التطبيقات لنا حبيت كمان بس فارجيكم هنا إذا ما بعرفوا وإذا تعرفوا الأحمر بو ركبة عنده هو كمان تطبيق نستعمله بالتليفوناتنا بدل اللاكس كرين هذي اللاستعملها على الساعة والطقس هون اسمها سكلوركت إذا تعرفوا وإذا تحبوا تستعملوها فيكم تنزلوها على التليفون تبعكم موجودة على جوجل بلاي ستور كثير كثير بس بتكون نفتحوا على كلمة سلوركس بتزعل واحدة بتجعل تنزلوها من هناك حلو حلو كثير وبتمشي مظبوط وغيرك كمان مثل ما تشوفون هنا ريسنت ستعيتي أنا غير الطبيعي وأفراجكم كيف نعملها الشيء الثاني بتتحدث فيكم معا هون هذي الشيء عادة أنا بنزل على كل تليفونيات السامسون تعيتي اسمها جودلاك هلأ أنا بعرف أنا بالماضي لما عملتك هذه الفيديوهات كانوا في كتير ناس بيخبروني انه بالدول العربية جودلاك مما موجود ما فيكم تنزلوها التطبيق وما فيكم تنزلو التطبيقات الموجودة بالقلب للجودلاك أنا هون عم بحكي عنه اسمه جودلاك بأميركا من قدر نزلو دغري من قلب الجالكسي أب ستور موجود على تليفونيتنا هلأ في تطبيق تاني فيكم تستعملو اسمه نايس لاك هذا نايس لاك موجود فيكم تنزلو بالكوجل بلاي ستور والحالية فيها هي أنه يساعدنا نقدر نزل كل الإمكانيات في قلبه لجودلاك سيجب أن تجلبوا جودلاك من الجالكسي ستور تبعاكم فاتش على تطبيق اسمه نايس لاك سيجب ان شاء الله تنزلو إذا ما كلهم ثلاث تربيع عن طريقات هذه الموجودة الموجودة هون أهم شيء بالنسبة لي اسمه هوم أب هذا يجعلني أستطيع أن تغيير نظامات بقلبه للتليفون خصوصيا التاسك تشينجر إذا ما لاحظتم هون كما أردتكم هذه هي من التاسك تشينجر العادي تبع الاندرويد يمكننا أن نغيير عدة طرقات يمكننا أن نفتحها لليستة تصبح مثل ليستة مفروضة على أحدها ليس فقط يمكننا أن نغييرها كجريد نضع مفروضة مفروضة يصبح لدينا كراويات موجودة من فوق بعض يمكننا أيضا الستاك الذي فجرتكم من أول شيء ثم تصبح لليستة طويلة يمكننا أيضا نعملها سلملس تظلها مفروضة ولكنها تصبح قصيرة ونستعملها ونرى عدة شغلات الحالية فيها هي أن نستطيع أن نضبط عدة شغلات رغم أن نستعمل نوفا برايم لا ضروري أن نستعمل جود لك وخاصة تاسك تشينجر مع سامسون لونشر يمكننا أن نغييرها ونظبطوها كلها الشير مانجر يمكنكم أن نضبطوا كل الشغلات التي تطلع عندما تعملوا الشير من التلفون لكم كل هذا يمشون بكل نظاماتنا في هم عمين عدة تطبيقات تانية موجودة وكي تكون لكم كاستار وكلاك فاستر لنقضي نغيج الساعة لاللوك سكرين وكي تطبيق متجر لالمويندو وكي تحديد تطبيق متجر وكي تستعملوا الزرار لالهوم والالريسنت والباك يمكنكم أن تغيروهم وليس فقط يضعوا صور سوار مختلفا لتكون لديكم نظام خصوصي بالنسبة لكم وكي تطبيق متجر الموجودين هناك كما تلاحظتم هنا كما تضع الأصبعي والتليفون والألم على التليفون يصبح اللوغو هذا بسبب أن أستعمل تطبيق اسمه البنتاستيك البنتاستيك معمول خصوصي للتليفونات التي تستعمل إليها معناته الـ S21 Ultra والـ Faultree والـ S22 Ultra وحتى الـ Note 20 Ultra من سنتين كلهم يستطيعون تعملون هؤلاء يمكننا أن نغير النظام مثل ما نرى هذا النظام الذي نفتح الـ S Pen منه للتليفون يوجد لدينا السيستيم الـ Default وهذا العادي الذي يأخذه يوجد لدينا الـ Compact، يوجد لدينا Line وإذا تذكروا أول تليفون Note نزل من شركة سامسون، هذا هو السيستيم يمكننا أن نعمله وعندما يوجد هنا يصبح السيستيم الموجود الجديد يمكننا أن نغيرها أمثل ما نريد آخر شيء، أنا بالنسبة لدينا أحب أن أستعمل الـ Compact لأنه حلوة وصغيرة ومهضومة يمكننا أن نضع لها Wall Paper ونغير عدة شغلات أيضاً، ليس فقط نضع هذا، نرى الصورة حلوة هنا يمكننا أن نغير الزر، كما نرى الألم على الشاشة عادةً يكون مدواية صغيرة، يمكننا أن نغيرها ونضع الصورة مالكستوم لذلك أنتم تشاهدوا اللوغو تبعي، يمكننا أن تظهرها جميلة أيضاً يمكننا أن نغير الصوت عندما نصحب الألم وليس فقط، إذا نقوم بعمل double tap على الشاشة إلى واحدة نستطيع أن نقوم بعملها تطبيق خصوصاً الذي نستطيع أن يفتح علينا أيضاً كما تشاهدوا، تفتحوها double tap shortcut وتضبطوها جميلة كثيراً، موجود في قلب السيستيم هنا تحت الـ Pantastic تلك الأساسي جميلة أيضاً، نستطيع أن نستطيع أن نغير الـ Wallpaper التي تحتوي على التليفون ونغير الألوان التي تحتوي على الشاشة أيضاً هذه الأشياء جميلة، نستطيع أن نرى كل شيء فيها One-headed operation plus، هذا صراحة أحسن تطبيق موجود به كل هذه الأساسي السبب فيها، أول شيء، عندما تفتح لها، دعنا نفتحها، أريدكم أن ترى هناك عدة طريق لنا نضبط custom shortcuts موجودة هناك، وعندكم ثلاثة السحب إلى فوق، السحب بالنص والسحب إلى تحت السحب إلى تحت، الآن سأقوم بعملها أنا للـ Back عادة الأندرويد، نسحبها بالنص ولكن إذا سحب بالنص هنا، نطب تطبيقين، نطب تطبيقين إذا سحبت إلى فوق هنا، لدي مثل هذا الزر يمكن أن يساعدني هنا دعنا نشاربه هنا، كما ترى هنا، ساعدتها بنا إكوس الزر هنا من غير موصل الأصبع إلى فوق مثلاً، إذا كنت تستعملوها بأيدي واحدة، ستمشي مظبوط، دعنا ندورها نسحبها من فوق، ونستطيع أن نسحبها هكذا، يمكننا أن ندور ونطب تطبيقين، وتمشي مظبوط جميلة عندما نستطيع أن نصل إلى فوق، نستعملها تحت وهذا، وإذا لم نريدها نطب تطبيقين حوالياً، يمكننا أن نعمل عدة شغلات، نضبط نظامات مثل هذه، نعمل الـ Recent تستعيدنا هنا، وإما إذا كنت تقلق بين التطبيقات كلها، ستمشي مظبوط هذه موجودة بألب One-Handed Operations Plus وهذه يمكنكم أن تنزلوها إلى واحدة من الـ Google Play Store، لا يحتاجون Good Lock، المفروض أن تنمشي واحدة أيضاً Sound Assistant، لدينا عدة شغلات تانية منزيدها، ولكن أنا أستعمل هذه التطبيقات كلهم موجودين كلهم بألب Good Lock، وإذا لم تستطيع أن تستعملوا Good Lock مثل ما قلت لكم فتشوا فقط للنظام هذا موجود بالـ Google Play Store، اسمه Nice Lock وإن شاء الله هذا يمشي على تليفونكم، تستطيع أن تنزلوا التطبيقات إلى واحدكم أربعة شغلة أريد أن أعملها بالتليفوني أيضاً، ليس فقط تغيير كل الأشياء التي فرشتكم عليها، أولاً تغيير البطن الموجودة على هذا التليفون سبب فيه أنه أولاً تأخذوا التليفون من شركة سامسونن، هذا يكون معمول الريقلاج عليه أن يمشي مع بيكسبي إذا تريد أن تستعمل بيكسبي، سيكون كثير منيح، ولكن إذا لم تريد أن تستعمل البطن مضبوط، أهلاً شيء يجب أن نفعله، ومجرد أن تأخذوا التليفون، تسحبوا الصحبة من فوق، تنزلوها وتفوتوا على الهدفون من هنا يأتيكم زر اسمه Side Key Setting، من هنا تستطيع أن تغييرها، أنا غيرتها للهدفون، فعلت الكاميرا أنه عندما تستطيع الكاميرا تفسح الكاميرا، لكن يمكن أن تغييرها أيضاً، تضعوا تطبيقين أخرى، إذا كنت تستعملوا الحلاغة فيها هؤلاء، هؤلاء تستطيع أن تغيرونه بسرعة، وما بعد الليلة، سامسون تستطيع أن تغييرها أنه يجب أن يمشي مع بيكسبي، وليس يجب أن يمشي كما نعرف أنه هو الـ Power Button. الآن أحكي لنا كل شيء، دعونا نتحدث عن مضبوط مضبوط، على كيف أن أأخذ الأختي هؤلاء التي تستعملون الوالبابر هناك، أو حتى الـ Live Wallpaper التي تستعملون هناك على الشاشة التي تعتبر التليفوناتي، وستطيع أن أستعملها عدة سنة. أول شيء أريد أن هناك لعبة أنا أحب ألعبها من الـ Google Play Store اسمها DB Legend. هذه هي لعبة Dragon Ball على الموبول، فيما نستعملها على التليفونات. الحلوة فيها تحت الكاركتير لديهم، عندما تستطيع أن تأخذ الكاركتيرات تزيادة في قلب اللعبة، يصبح لديهم كاركتير وستطيع أن تعملوا شيء مثل هذه، حتى تستطيع أن تأخذ الكاركتيرها. كل ما أفعله، أنا أفتح الكاركتير في قلب اللعبة، بعد أن أربحته للشخص، وأفعله سكرين ريكوردين بالسيستام الموجود في قلب الليلة للتليفون. فقط أضع عليه سكرين ريكوردين، ولكن هناك فيديو يمكنني أن أقوم بتشجيله على التليفون، ومن هنا يمكنني أن أقوم بتنزيله على التليفون. الأشياء الوحيدة التي أفعلها، مثلاً عندما أفضل عليها، أفتحها بالتطبيق الجالري على تليفونات سامسون، أذهب إلى Set as Wallpaper، يمكنني أن أقوم بتنزيله على الوقت سكرين، كما ترى عادة، وأيضاً يمكنني أن أضعه على مكالمات المكالمات، عندما أقوم بعمل مكالمة التليفونات لديهم. وهذه هي جميلة جميلة جميلة، وكثير سهل أن تستعملوها دغرياً لتنزلوها. الآن، الوالبابر ساعت التليفون من داخل، أنا أستعمل تطبيقين أخيراً، اسمه Zedge، Zedge موجود بالتطبيق أيضاً على جوجل بلاي ستور، يمكنكم تستعملوه وتعملو عليه سيرتشار مثل ما تكون، يمكنكم تعملو اشتراك معهن، يمكنكم تستعملو ببلاش، ترى الدعايات قليلاً. الحلاوة فيها أنه يمكنني أن نفتح على كل التطبيقات، على عدة شغلات، وكثير من العادة، كله يمشي مضبوط، وهذه هي الحلاوة فيها. موجودة دغرياً، تكون موجودة ببلاش موجودة على جوجل بلاي ستور، وكثير من تفتح عليها أعاب ثانية، مثلاً، يمكنكم تدخلوها على ديمون سلاير، على الأتاقن تايتنز، كل الكارتونات التي أحب أن تشاهدوها، وحتى الأفلام العادية، المارفل وهذه، كلهم يتجدون داخلها، يتمشي مضبوط. وآخر تطبيق، وأنا أحب أن تستعمل أيضاً اسمه Live Loop. Live Loop يستطيع أن تأخذ لنا شغلات مثل ما رأيتكم هنا، كيف نستطيع أن نفتح هذا، وهذا يكون Live Wallpaper مثل ما تشاهدوه جوكو بالألترا إنستنكت، يمكنكم تنزلوه، تركبوه هنا، تستطيع أن تضبطوه على الوالبابر، إما على الـ Lock Screen أو الـ Home Screen. أعمل عليه SET، تشاهدوه موجود هنا، أعمل SET، يقال لك إما Home Screen أو Lock Screen أو Home Screen، يمكنكم تضبطوه على الوالبابر، تستعملوه، اثناناتكم موجودين، وسأعطيكم المعلومات التي تشاهدوه في الوالبابر، حلوة كثيراً، وتمشي كثيراً منيحة. الأمنية هي أن تتعرفوا على شغلة جديدة تقدروا وتعملوا على الوالبابر، خاصة الـ Good Lock، الـ Good Lock، كثيراً منيحة، ولكن لا أعرف لماذا بعد، ولكن لا موجود في كل البلد، إذا لم تطلقوا، فتشوا على الـ Nice Lock، هذه المشي كثيراً منيحة، موجودة فيكم وتنزل مننا التطبيقات. الـ One Handed Operation Plus، وهذا ما تساعدني أعمل الحركات بأيد واحدة، كثيراً منيحة على ثلاثة رباعة التلفونات، وأنا حتى أستعملها على التابلت الـ Tab S8 Ultra التي تأخذتها، التابلت يعني حجمها خرافة، كثيراً كبيرة، ولكن على قليل تستعملوها، وتستعملوها بعد أن تستعملوا أيدين طوال الوقت. على التلفونات، خاصةً التلفونات الجديدة من شركة سامسون كثيراً كبيرة، لا نستطيع أن نصل إلى فوق. هذه الحركة أن نستطيع أن نقوم بعمل هذا الـ Virtual Mouse Pad الذي فرجيتكم علىها، يستطيع أن أصبعها من تحت لفوق بكثيراً كثيراً كثيراً كثيراً، بشكل رهيب. المهم، خبروني أنتم ماذا تعملوا على التلفوناتكم الجديدة، خاصةً إذا لديكم تلفونات سامسون. أخر شيء أيضاً، أنه ليس فقط تلفونات سامسون يجب أن نقوم بعمل الـ Live Wallpaper على الـ Lock Screen، التلفونات الشاومي أيضاً، الشركة الثانية تعملها. لكن الشركات الثانية لا أعرف لماذا، لا يحب أن يجعلونها إلا الصور. إذا تحب أن تستعمل الصور، لديكم زج، وعندكم Live Loop، يستطيع أن تستعملهم أيضاً، ويذهبون كثيراً منيحاً تلفوناتنا. هياً، شكراً جزيلاً على كل الناس الذين للمشتراك، إن شاء الله أعجبكم هذا الفيديو، وخبروني، ماذا تحب أن ترى أيضاً عن تلفونات S22 Ultra من شركة سامسونج، أو حتى تلفونات الشركة الثانية؟ هياً، مع السلامة.